بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين أولادي وحبايبي طلاب الصف الثاني المتوسط يسعدني أن ألتقي بكم في أول درس من دروس التربية الإسلامية للكورس الثاني وهو موضوع معجزات سيدنا موسى عليه السلام الأنبياء المرسلون هم عبرة للمؤمنين وهم الهدى للحائرين وهم أشد المبتلين فكم جاهدوا ولم يضعفوا فإنهم رسل الإله أبونا إبراهيم الخليل لم يخشى النار والله أمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه فنجاه منها والنبي يونس في بطن الحود كان ينادي ربه والله رحمن الرحيم نجاه من ظلمته والنبي عيسى المسيح ولد متكلم في مهده يشفي بقدرة ربه ويحيي الموتى بإذنه ونبينا محمد ختامهم أتاه الله كل المعجزات والقرآن فصلوا وسلموا على خاتم الأمياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى جميع المرسلين حبايبي درسنا اليوم هو حياة إحدى هؤلاء المرسلين وهو النبي موسى عليه السلام ومؤجزاته كانوا بني إسرائيل يعيشون هم والمصريون في مصر وكانوا تحت حكم فرعون بأنه كان من المصريين وقد استعبدهم وأذلهم ويدعي بأنه ربهم الأعلى فكان يقتل أبناؤهم ويقتل كل مولود ذكر يولد في بني إسرائيل خوفا على سلطانه لأنه ذات يوم رأى في منامه رؤية أن نارا كبيرة تخرج من بيت المقدس وتحرق ملكه فطلب من الكهنة أن يفسر له رؤياه فقالوا له أنه سيظهر شخصا من بني إسرائيل يقضي عليك فكان يقتل كل مولود ذكر يولد في بني إسرائيل وكان يقتل سنة ويترك سنة حتى الذين يتركهم يكبروا كي يصبحوا عنده عبيدا ويخدمونه فأشاء الله أن يولد النبي موسى في السنة التي كان يقتل بها فرعون الأولاد فحزنت أمه حزن شديدا وخافت عليه من القتل فأوحى إليها الله أن تضعه في تابوت صغير وهو صندوق من الخشب وترميه في اليم أي في النهر فقامت بوضعه مع ابنتها ورموه في نهر النيل لأن كلنا نعرف بأنه النهر النيل هو النهر الوحيد الكبير في مصر وهنا وصل الصندوق أمام شرفة قصر فرعون وكانت تجلس آسيا زوجة فرعون في الشرفة فدعت الجنود أن يحضروا الصندوق لترى ما به فرأت طفلا صغيرا فتعلق به قلبها بأنها كانت لم تنجب أطفالا فضرحت به فرحا شديدا وطلبت من زوجها فرعون أن لا يقتله وأن يجعله ابنا لهم فتربى في بيت فرعون وتلقى العلم على أيدي أفضل المدرسين وأقوى الفرسان إلى أن أصبح شابا قويا فآتاه الله حكما وعلما وفي ذات يوم من الأيام وهو يتجول في المدينة رأى رجلين يتقاتلان أحدهما من المصريين وكان الآخر من بني إسرائيل فأراد أن يصلح بينهما فبالصدفة دفع المصري فوقع على الأرض ومات فهنا خاف موسى من أن يغضب عليه فرعون وأن يعاقبه فهرب من مصر إلى فلسطين عبر صحراء سيناء ومكث هناك حوالي عشر سنوات إلى أن أذن الله وإلى موسى وكانت في فلسطين مكث في أرض المدين وهنا الله سبحانه وتعالى أوحى لموسى أن يرجع إلى مصر لأن فرعون في تلك الفترة زاد طغيانه وزاد فساده وزاد إيذاءه لبني إسرائيل فأوحى إليه الله أن يرجع إلى مصر وأن يكون نبيا هناك لبني إسرائيل بعد أن طبعا الله سبحانه وتعالى كنا نعرف بأنه النبي موسى كنيته كريم الله فالنبي موسى كان يكلم الله بدون حجاب وبدون استئذان فكل نبي من أنبياء المرسلين كان له معجزة ومعجزة الأولى لموسى هو كريم الله كان يتكلم مع الله بعد أن أراه الله عددا من المعجزات فأمره أن يلقي بعصاه على الأرض فانقلبت العصى إلى حية كبيرة تسعة وأن يدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء الناصع من غير سوء ثم قال له اذهب بهاتين المعجزتين إلى فرعون وبدن إسرائيل لعله يخشى الله لأنه تجاوز الحد في الفساد والظلم فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون بعد أن طلب من الله أن يشد عضده بأخيه هارون لماذا؟ لأن أخاه هارون كان أفصح منه بالكلام واللسان فذهب إلى فرعون وأبلغه برسالة الله سبحانه وتعالى ثم طلب فرعون من موسى عليه السلام آية تشهد بصدقه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وأخرج يده من جيبه فإذا هي ناصعة للناظرين فإذا هي ناصعة للناظرين فلما رأى فرعون وحاشيته ذلك اتهم موسى عليه السلام بالسحر ثم جمع له كبار السحرة ودفع لهم أجر كبير وجمع الناس في يوم عيدهم وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزينة فألقى السحرة بحبالهم وعصيهم ثم ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي ثعبان كبير أكلت ثعابين السحرة وحبالهم فهنا نصر الله موسى عليه السلام على السحرة وبطل كيدهم وسحرهم وآمن السحرة برب موسى ولما آمن السحرة برب موسى قطع فرعون أيديهم وأرجلهم وربطهم على الأشجار وصلبهم ثم أشار ثم أشار قوم فرعون بقتل موسى عليه السلام لإلا يتبعه الناس في الأرض فحينما كانوا يفكرون بقتله دفعت المرؤة رجل من آل فرعون كان يكتم إيمانهم فدافع عن موسى عليه السلام وقال إن كان كاذبا فلن يضرنا وإن كان صادقا يصيبنا ببعض الذي يعدنا به فلم يستجيبوا بل زادوا في طريانهم وتعذيبهم للمؤمنين فدعى موسى عليه السلام عليهم فعاقمهم الله وابتلاهم بسبعة من البلاء أول البلاءات وهنا ابتلاهم الله بسبعة من أنواع البلاء فكان البلاء الأول هو جفاف شديد فأصبحت الأرض يابسة لا زرع فيها ونقص في الثمرات والبلاء الثاني الطوفان فجاء طوفان كبير وأغرق الزرع كله ومن ثم الجراد الذي أكل الزرع وبعده القمل والذي كان يقضي على الحبوب ومن ثم أنزل عليهم الضفادع والبلاء السادس تحول ماءهم إلى دم عدة أيام ومن ثم أصابهم بالطاعون وعندما ازداده طغيان فرعون جاء الأمر الإلهي بالفرج فأمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر سرا فلما علم فرعون جمع جيشا كبيرا لملاحقة موسى وقومه وترك فرعون وراءه وهنا جهز قلنا فرعون جيشه وترك أمواله وبساتينه وجناته ولحق بموسى ومن معه فوصل إلى موسى هو وجنده مع شروق الشمس عند ساحل البحر الأحمر فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن نضرب بعصاك البحر فانفلق هنا البحر وهذه معجزة أخرى من المعجزات التي أعطاها الله إلى موسى فضرب بعصاه البحر فانفلق البحر وسار موسى عليه السلام ومن معه وعبروا ونجى الله موسى ومن معه إلى الضفة الأخرى وعندما ألحق بهم فرعون فطبق الله عليهم الأمواج الهائلة الكبيرة الأمواج البحر فغرق فرعون وغرق معه جنوده وهنا رب العالمين قضى على فرعون ونجى موسى عليه السلام وسار النبي موسى بعدها مع بني إسرائيل الذين أيدوه إلى الأرض المقدسة وفي الطريق أصابهم العطش فشكوا إلى موسى فدعا ربه أن يسقيهم فأوحى إليه الله أن نضرب بعصاك الحجر فأنفجرت إثنى عشر عينا فشربوا وأرتووا ورووا عطشهم وهنا نستشهد بالآية الكريمة قال الله بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم إثنتين عشرة إصباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومهم أن نضرب بعصاك الحجرة فإن بجست منه إثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلموا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم وهنا قوم موسى عليه السلام وهم في طريقهم اشتكوا من العطش فأمره الله أن يضرب بعصاه صخرة كبيرة فتحولت هذه الصخرة إلى إثنى عشرة عينا من الماء فشربوا وأرتووا وكذلك شكوا الحر الذي فوقهم فجعل الله الغيمة تسير معهم وتضللهم وتبعد عنهم الحرارة وأشعة الشمس وكذلك أيضا طلبوا طعاما فجاعوا فأنزل الله عليهم المن والسلوى المن وهو نوع لذيذ الطعم أنزله من السماء والسلوى هو طائر طعمه لذيذ كنا سامعين من السماء من السماء هو هذا الذي أنزله الله على قوم موسى عندما جاعوا المن والسلوى وهنا الله سبحانه وتعالى نجى موسى ومن معه وأنزل عليهم وناكدنهم كل هذه الطيبات التي أنزلها ظلوا يشتكون ويطلبون طعام آخر فقالوا له بأن هذا طعام واحد يعني إحنا ما يعجبنا أن ننضل على نوع واحد من الطعام لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا يا موسى من ربك أن يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وعدسها فقال هنا عز وجل لهم بسم الله الرحمن الرحيم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة صدق الله العظيم وهنا موسى طلب من ربه لأنه قبل حين كان يطلب من ربه أن ينزل عليه كتابا فيه الأوامر والنواهي لبني إسرائيل فلما عجز هلك فرعون سأل موسى عليه السلام ربه أن يعطيه هذا الكتاب لأنه عجز من طالبات بني إسرائيل معه فهنا الله سبحانه وتعالى أمره أن يصوم أربعين يوما فصام أربعين يوما وخلفه هارون أخيه في قومه إلى أن تتم أيام الصيام وهنا أنزل الله عليه التوراة وهو كتاب اليهود لبني إسرائيل عند جبل الطور وفيه المواعظ وتفصيل كل شيء الأوامر والنواهي التي كان الله سبحانه وتعالى يأمرهم بها وينهيهم عنها وقد أنعم الله على بني إسرائيل بنعم عظيمة فنجههم من فرعون ورزقهم الطيبات وجعل منهم الأنبياء والملوك وفضلهم على العالمين ولكن بني إسرائيل لم يكتفوا بهذه النعم كلها فظلوا على كفرهم بتلك النعم ولم يشكروا الله عليها وظل اليهود على فسادهم وطغيانهم وتحريفهم وأرسل الله إلى بني إسرائيل كثيرا من الأنبياء والرسل ولكن ردوهم لكي يردوهم إلى الصراط المستقيم فقسم منهم آمن وقسم منهم كفروا فهذه كانت هي قصة بسيطة مبسطة عن معجزات النبي موسى وحياته مع بني إسرائيل فكنا نعرف بأن قسم من بني إسرائيل أسلموا وآمنوا برب موسى والقسم الآخر بقوا على كفرهم ودينهم إلى هذا اليوم فإلى هنا حبايبي طلابي ينتهي موضوع موسى عليه السلام فيا رب إحنا هم ندعو الله مثل ما نجى نجى النبي موسى من فرعون وأن ينجينا من هذا الوباء الذي خيم علينا وعلى العالم كله وهو فيروس الكارون فيا رب برحمة الله يرحمنا وينجينا من هذا البلاء ومن هذا الوباء فأتمنى لكم أتمنى لكم كل السعادة وكل الموفقية ويا رب يوفقهم ويبعد عنكم كل شر حبايبي الواجب اللي أطلب منكم أن الآية تحفظوها لأجل الشرح تستشدون بها بالشرح والواجب أن تحلوون المناقشة اللي موجودة في صفحة واحد وستين ويا رب إن شاء الله أشوفكم بخير وسلامة وأشكركم لأنكم أصغيتم لي ويا رب إن شاء الله بيطول بعدنا ويكون اللقاء قريب بيناتنا وإلى هنا ينتهي درسنا وشكرا وإلى اللقاء موسيقى